موسيقى شهدت مدارس قضاء إيل الثانوية التابعة لمديرية تربية البادية الجنوبية إضرابا عن الدوام اعتراضا على قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بدمج المدارس الثانوية التي لا يزيد أعداد الطلبة في الشعبة الوحيدة فيها عن عشرة طلاب وأبدى الطلبة وذوهم استياءا من القرار حيث رأوا فيه إجحافا بحق الطلبة لطول المسافة التي سيقطعونها في التنقل بين قرى البادية خاصة في الظروف الجوية السيئة وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على تحصيل الطلبة العلمي اعترضوا الأهالي كاملة بعدم نقل أولادهم من هذه المدارس حيث يعانون من صعوبة المواصلات والمنطقة الثلجية نبعد عن مدرسة مرادة تجمع فيها 13 كيلو مما سبب لنا العناء الشديد والشتاء الشديد والبرد القارس والثلوج الغزيرة يمثل علينا من تأخر في المناهج الدراسية وذلك مما يؤثر على مستقبلنا الدراسي قرار الدمج جاء باستراتيجي من وزارة التربوي التعليم بناء على توصيات مؤتمر التطوير التربوي نقمنا بدمج الصفوف التي تقل عن عشر الطلاب في مدارس الذكور ومدارس الإنث وهذا يعود بالنفع على الطالب ويجود التعليم ويحسن التعليم في البادية الجنوبية لغيرها من المديريات تم رصد مبالغ فائضة بالنسبة للمواصلات تجاوز الرقم 74 ألف اشتركوا في القناة